تهدف وزارة الداخلية إلى بناء قدرات طلاب أكاديمية الشرطة ثقافيا وتعليميا وغرس القيم الوطنية لديهم تمهيدا لتحمل أمانة أمن الوطن مستقبلا عقب التخرج من هنا نظمت الوزارة زيارة لجميع طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة بكل المراحل الدراسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد القلب النابض للجمهورية الجديدة وبنيت في زمن قياسي بعزيمة وإرادة وسواعد المصريين بدأ الطلبة جولتهم بزيارة مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي وشاهدوا قاعة اجتماعات مجلس الوزراء كما تعرفوا على آليات عمل الحكومة والتي تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي كأحد أهم مميزات العاصمة الإدارية والتي تعد إحدى المدن الذكية كما حرصت قيادات مجلس الوزراء على عقد لقاء مع الطلبة لتعرفهم بجهود الحكومة في تنفيذ برامج التنبيات الشاملة والبرامج الاقتصادية والاجتماعية أهم التدخلات المستخدفة نحن نشتغل على مشروعات البنية الأساسية ونشتغل على السكن ونشتغل على الخدمات الاجتماعية ونوفر فرص عمل وزارة الداخلية دخلت معانا وابتدت تطور كل الوحدات الموجودة في كل المراكز والوحدات المحلية في زيارة طلبة كلية الشرطة لمجلس الوزراء والعاصمة الإدارية الجديدة يتعرفوا على التحول الكبير اللي حاصل في المنظومات الرقمية وفي التحول الرقمي اللي تصف العاصمة الإدارية الجديدة وكمان نركز أكتر على التأمين تأمين البيانات وتأمين قواعد البيانات اللي هو الأمن السبراني اللي موجود هنا لأن التصميم اللي معمولة به العاصمة الإدارية الجديدة والأشبكات اللي موجودة فيها بتضمن أكبر قدر ممكن من التأمين مقاررة بالأنظمة وبالأساليب القديمة اللي كانت موجودة يمكن موجود النهاردة في الحي الحكومي هذا الحي المميز بيعتبر من أحد العلامات البارزة في العاصمة الإدارية ويمكن ما يتميز به هو ما حققه من سرعة في إنجاز الملفات والتكليفات وقالية العمل وإيجاد البيئة المتطورة لكافة وزارات الدولة مجلس النواب بقبته التي تتراءل الناظرين من بعيد كأحد العلامات البارزة والأيقون المعمارية الفريدة في العاصمة الإدارية كانت ضمن برنامج زيارة طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة حيث تعرفوا على مراحل إنشائه وكيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشرع وعلى مقربة من مجلس النواب يقع المقر الجديد لمجلس الشيوخ الذي قصده طلاب أكاديمية الشرطة للتعرف على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة التي تعرض عليها طلبة أن يحضروا من النهاردة في هذا المبنى الجديد في العاصمة الإدارية يشعروا بالتطور الحديث للدولة المصرية التحول الرقمي لأن هنا القاعة مجهزة برضو بتكنولوجيا عالية جدا طبعا يعرفوا برضو تاريخ البرلمان المصري وشملت الجولة مسجد الفتاح العليم والذي بني على طراز معمري إسلامي متميز بمدخل العاصمة الإدارية ويعد أولى بنايات العاصمة مصر ماضية في إنجازاتها ومصر ماضية في طريق البناء والتعمير من خلال هذه العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة الموجودة على أطراف الجمهورية وفي كل محافظات الجمهورية وتوجه الطلبة إلى كاتد رأية ميلاد المسيحة والتي تم وضع حجر أساسها مع مسجد الفتاح العليم تاجسيدا لفكرة التعايش والتسامح والنسيج الوطني الواحد هيا إحنا فرحانين بصورة شخصية الكنيسة الابطية أن في زيارة زي كده موجودين لطلبة الشرطة العدد 4000 واحد موجودة الشرطة يجي يشوفوا إنجازات زي كده عاملها البلد وكمان يشوفوا مدى التسامح والمحبة اللي موجودة في البلد افتخر ببلدنا وبالإنجازات اللي موجودة في بلدنا والحاجات الجميلة في بلدنا اللي عالم كله بيجي يتفرج عليها كمان الجولة تضمنت أهم المعالم الإسلامية في العاصمة الإدارية وهو مركز مصر الثقافي الإسلامي والذي يضم مسجد مصر والذي يعد سالس المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين وقام الطلبة بجولة داخل دار القرآن الكريم الذي نقش فيه القرآن كاملا على البدران في سلاثين إيوانا وهو عدد أجزاء القرآن وتعبر دقة النقشة عن حرافية الفنان المصري زيارة اليوم هي زيارة رائعة وماتعة لطلبة أكاديمية الشرطة وهم يشاهدون هذا المنجز الحضاري الرصين وحرص القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبدالفتاه السيسي على بناء الوحي وتقديم وتوجيه الطاقات والقدرات نحو بناء الوطن ونحو النظر إلى هذه الإمكانات الضخمة الجولة التي استمرت على مدار إسبوع بالعاصمة الإدارية الجديدة شملت مدينة الفنون والثقافة التي تؤكد أصالة الحضارة المصرية وتعكس الفن المعماري في مراحل تطوره المختلفة وانشئت لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في مصر حيث تتسم بمكوناتها الفريدة والتي تشمل قاعة الأبرى مدحف عواصم مصر ومكتبة العاصمة الإدارية بدينة في النون والثقافة أحد الرموز الحضارية للعاصمة الإدارية الجديدة نحاول ننشر من خلالها وعي وثقافة وإدراك عن ماضي وحاضر ومستقبل مصرنا الحبيب مدينة الفنون والثقافة هي عنوان كبير لوجه مصر الحضاري وأحد اهتمامات الدولة المصرية في هذا التوقيت هو تقديم وجه مصر بما يتناسب مع حجم مصر والثقافتها الكبيرة في محيطها لقيني نشرفنا باستقبال أكثر من أربعة تلاف طالب من طلبة كلية الشرطة خلال الأيام الماضية وده دليل كبير على أن هناك اهتمام كبير بأن يحصل وعي ثقافي متكامل لهؤلاء الطلبة تضمنت الزيارة مدينة المعرفة التي أنشأت لزيادة النمو الرقمي والتفوق التكنولوجي ورفع قدرات الشباب وتأهيلهم للتفوق في نظم التكنولوجيا الحديثة نحن نتشرفنا جدا جدا بزيارة ما يقوم من أربعة تلاف طالب من كلية الشرطة واحد حس أنه مبسوط جدا 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 بالشغف اللي كان باين جدا في أنهما يعرفوا تفاصيل كثيرة لها دعوة بالتكنولوجيا وبالعالم التكنولوجي ومع تواصل الأعمال في البرج الأيقوني وتيحت الفرصة لطلاب وطالبات أكاديمية الشرطة لزيارته حيث يقع بحي المال والأعمال ويعد أكبر الأبراغ في أفريقيا مجسدا إرادة المصريين في البناء والتنمية طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة قاموا بجولة بالنهر الأخضر وهو سلسلة من المسطحات الخضراء التي تتخلى لها بحيرات صناعية وصممت على مساحات كبيرة كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية وعلى همش الزيارة تم تنظيم ندوى لطلاب أكاديمية الشرطة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حول العاصمة الإدارية وأهميتها ومراحل إنشائها وكانت فرصة للنقاش والاستفسار سعيد جدا بهذه الزيارة سعيد جدا أن نوضح لكل إخواتنا وولادنا من طلبة كورية الشرطة كل اللي بيحصل في العاصمة أي استفسارات ليهم لأنهم طبعا هم المسؤولين في المستقبل عن المدينة وهم المسؤولين عن تأمينها وعن المحافظة على كل ما تم إنشاؤه وفي نفس الوقت هم هيوصلوا رسالة لأهليهم وإخواتهم وإنهم يعني اللي شوفوا النهاردة والإنجازات التي تتحقق في الدولة المصرية في خلال العشر سيء اللي فاتي اختتمت الزيارة بساحة الشعب أبرز معالم العاصمة الإدارية والذي يضم النصب التذكاري المنقوش على جدرانه أسماء الشهداء تخليدا لذكرهم كما تحتضن ساحة الشعب أطول ساري علم في العالم حرص طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة على تأدية التحية العسكرية للعالم المصري والذي يرفرف عاليا خفاقا في سباء العاصمة الإدارية زيارة مهمة لطلبة أكاديمية الشرطة للعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعرفهم بالإنجازات الوطنية وفي القلب منها العاصمة الإدارية الجديدة وذلك في خطوات مهمة لبناء الجمهورية الجديدة وفي إطار طعمك الولاء والانتماء لدى هؤلاء الطلبة عبدالله بركات التلفزيون المصري